في زمن غاب فيه الضمير وانعدمت فيه الإنسانية أثرت قصة الشاب حسين من الصومال الخوف والحزن في أوسط أهالي منطقة السجن المركزي في صنعاء بعدما لقي حتفه داخل حفرة خاصة بالصرف الصحي أثناء قيامه بعملية الحفر دونما تحريك ساكن من قبل الجهات المعنية الخندق هذا أو المجاري هذه تهدمت تهدمت تراب إلى فوق الصومالي هذا العامل والذي كانوا موجودين طبعا تدافعوا لإنقاذه فلم يكن هناك آلة تساعدهم من أجل الحفر على إخراجه إنما كان المتوفر بأيديهم من الأدوات عبر عن كريكات ومجهود مواطنين شخصي عادي جدا لا تزال الأرواح رخيصتان والاستهتار مستمران والعجز قائما حتى عن تقديم الإسعاف أو الطوارئ لمثل هكذا أحداث في واحد من العمال الدفن على بخط المجاري فوصلنا إلى هناك ما هو قالوا في واحد صومالي دفن نزل بالحفريات يحفر ودفن بالمجاري فاتصنى بالإسعاف ما جاش التصنى بالطوارئ قلنا عملكم بلد دفاع المدني قالوا مش عملنا التصنى بالأمانة قالوا احنا نرسلكم ناس ولا حدا جاء ولا حدا حفرة عميقة عجزت الجهة كافة عن الوصول إليها لإنقاذ الشاب حسين الذي ظل داخل الحفرة أكثر من ساعتين فهل سيكون هو الأخير أم لا يزال القادم أخطار سامي الحجري اليمن اليوم